إشادة بجهود المغربي في مجال القضاء على سوء تغذية والتقلص من معدلها جاء ذلك في كلمة لممثلة منظمة الفاوب المغرب بمناسبة يوم تحسيسي نظمه المركز الدولي الحسن الثاني للتكوين في مجال البيئة ببقنادل حول موضوع العمل من أجل المستقبل تغذية سليمة من أجل عالم بدون جوع سوء التغذية في المغرب بلغ 3.7% وهي نسبة تعكس أن الموضوع ليس مشكل في المملكة رغم أنه في عالم اليوم من المرفوض أن يعاني شخص واحد فقط من الجوع لكن النسبة التي سجلها المغرب تعتبر أقل من المتوسط بين الدول ذات الدخل المتوسط أشغال هذا اليوم التحسيسي شملت تنظيم أنشطة وورشة متنوعة لفائدة مجموعة من تناميذ التعليم الأولي والابتدائي المنخرطين في برنامج المدارس البيئية والصحفيين الصغار من أجل البيئة الذين تشرف عليهم مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على أجيال الغدي فهم إكرهات اليوم خاصة تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة ونحن نساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تغيير تصرفات هذه الأجيال ومواكبتها من خلال حمالات ميدانية لحماية البيئة أثرت الإعجاب الجالي هذه هذه البرشة هذه كانت أفدت بزاف ديال التلاميذ وخلت أعطتهم حرية التعبير بشي تهم يتكلموا يقول لهم تهم ما الدور في هذا الموضوع منذ تدشينه من طرف صاحبة السمو الملكي الأمير للا حسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في يونيو الماضي أصبح المركز الدولي الحسن الثاني للتكوين في مجال البيئة فضاء للقاء وتبادل الأفكار والحلول حول البيئة وهو مركز مكرس بالكامل للتحسيس والتربية على البيئة لفائدة جميع الفئات التي يستهدفها والتي تشمل الأطفال والمجتمع المدنية والمقاولات والإدارات والجماعات الترابية